رغم كل الأحداث اللي بتحصل في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف على أهلنا في فلسطين لكن ممكن نقول إنه في بعض الأخبار وبعض الأشياء إيجابية بتحصل في تحول في مواقف بعض الدول الأوروبية في تحول في مواقف شعوب بعض هذه الدول بدأنا نشوف مظاهرات بترفض هذا العدوان الغاشم بدأنا نشوف مظاهرات بتطالب قادة الدول الأوروبية بضرورة التدخل حماية للمدنيين بدأنا نشوف رأي عام عالمي بدأ يكشف صناعة الأكاذيب اللي بيمررها بعض وسائل الإعلام الغربية لتبرير العدوان الإسرائيلي في مظاهرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية بتتهم صراحة إدارة الرئيس جو بايدن بازدواجية المعايير وإنه يجب حماية المدنيين في قطاع غزة أعتقد إن الدولة المصرية يا شازلي كان لها دور كبير يمكن هو الدور الأبرز في إنها تكشف للعالم كله حقيقة المجازر الوحشية اللي بتحصل في غزة إن لازم يحصل حماية للمدنيين لازم يتوقف هذا العدوان ويتوقف كمان نزيف الدم إحنا شايفين قصف متواصل وحصار لأكتر من 2 مليون ونص مواطن فلسطيني جوه قطاع غزة شايفين أطعى للكهرباء أطعى للمية أطعى للوقود كل ده أعتقد إنه يمثل جرائم إبادة جماعية وانتهاك صارخ لكل قيم الإنسانية قبل ما يكون انتهاك للقوانين الدولية بكل تأكيد وشفنا كلنا مبارح المؤتمر الصحفي المشترك العقده سيادة الرئيس مع نظيره الفرنسي كشف عن توافق في مجموعة كده من المحاور المهمة زي ضرورة حل الدولتين بزل مزيد من الجهود لاحتواء الأزمة رفع الحصار عن قطاع غزة وكمان حاجة مهمة جدا وهو التوافق على رفض نزوح أو تهجير سكان غزة أعتقد إنه الرؤية المصرية والتصرف المصري ثابت وجهة النظر المصرية من هذه القضية ثابت موقف مصر واضح وده كان واضح خلال كل المباحثات التي تمت وعقدت بهذا الشأن وكل القادة اللجوم حتى في قمة القاهرة للسلام كان الموقف المصري واضح جدا جدا من هذه القضية لا يتغير وأيضا الموقف الشعبي منه وده مهم جدا نستمر في ده في وسائل الإعلام زي ما احنا شغالين نستمر في ده على السوشيال ميديا لأنه قادر أنه يغير بالفعل من نظرة شعوب بعض الدول بره عشان تفهم حقيقة ما يدور على الأرض احنا شفنا بالفعل كمان التعهدات ابتدى يقدمها الرئيس مكران مبارح في المؤتمر صحفي رئيس الفرنسي زي زيادة مساهمة فرنسا للأنرواء لدعم الشعب الفلسطيني ارسال طائراتين مساعدات لأهالي غزة وكمان ارسال سفينا لدعم مستشفيات القطاع كل ده بيأكد أنه بقى فيه تحول في المواقف الإنسانية للدول الكبرى وأن مصر قدرت أنها تنجح في خلق رأي عام دولي أكثر حيادا وأكثر تحمل للمسئولية والدول بتتحمل مسئولياتها أكتر تجاه ما يحدث في غزة احنا على مدار حلقتنا هنكون بنكمل كلامنا معاكم ونكمل تغطيتنا لما يحدث لأشقائنا في غزة بنصبح لحضراتكم صباح الخير لمصر